موسيقى بختم لقاءاتنا لليوم سؤال منطرحه كيف منكمل بكرة وعلى اي اساس سؤال عنوانه بيخدنا لمطارح كتيرة ومنطرح اكتر من علامة استفهان بس نلاقي الاجوبة على الاسئلة اكيد رح اطرحهن على ضيفتي الاستاذة امل الزغبة الاستاذة بعلم الاجتماع وباحثة وناشطة اجتماعية عند الجواب على كل هذه الاسئلة لنفكر كيف منقدر نضاين لبكرة ونستعين بزيادة الرحبانة بالنسبة لبكرة شو؟ شو قولك؟ ما بعرف اكيد في شيء منيح ما في مجال ما يكون في شيء منيح صباح الخير إلي صباح النور هلأ دايما بتقولوا لنا فكروا بهذه الطريقة انه اليوم اخر يوم بحياتكم نعيشوه كأنه اخر يوم بكرة اكيد احلى لا ما قلت احلى قلت اكيد في شيء منيح طبعا بس انه منيح مش ممكن يكون حلو؟ لا فيكون كتير حلو فيكون مش احلى من اليوم بس اكيد رح نلاقي في شيء يكون حلو ونشوف ايجابيته طبعا اكيد يعني نحن لازم نتمسك بالتفاؤل اذا هيك طبعا بالأمل طيب امل اسم على مسمة كيف منكمل بكرة؟ لك بكرة هو السؤال كتير كبير السؤال كتير كبير لأنه هو هاجس هو فيه خوف فيه امل فيه اوقات طلعات ونزلات وحسب الظروف المحيطة فينا وحسب الناس المحيطة فينا قده هنه نيجاتيف قده هنه بوزيتيف ممكن يكون بكرة شايفينه اذا الناس لحوالينا ممكن يكون مخبريننا كمخبرية بشعة ممكن نكون نحن متشأمين هون بين مزدوجين متشأمين او اذا الناس لحوالينا عم بخبرونا خبرية حلوة او عم نسمع من الميديا اشي حلوة منكون متفقلين بس بالنهاية اكيد بدأت ترجع لقلنا نحن ناخد قراراتنا بالنسبة لبكرة او نحط برامجنا بالنسبة لبكرة تطلعاتنا بالنسبة لبكرة وسيئتنا اكيد وخياراتنا إذا كانت ساقتنا مهزوزة من يكون نحن عرضة لأي خبر مش حلو حتى لو ما كان بيطالنا شخصيا الخبر رح يكون هو ذاته ساقتنا موجودة أو ملنا موجودة رح يكون الخبر هو ذاته بكرة يمكن أو بعد بكرة يمكن يكون خبر حلو أو خبر مش حلو من هي نحن وجبتنا كأشخاص أنه نحن نعرف نحط البول اللي بدنا نكون موجودين فيها لنحمي حالنا من هنخبر اللي مش حلو يعني بما معناه البلان اللي نحن عم نحطه أو نقطة الوصول المتوعين أنه بدنا نوصل لألا نكون عاملين لإذا بدك كونكراتيزازون معينة بلان لحتى نقدر نجسدها ونشتغل على أساسها بغض النظر على شو بده يصير ليه بده يصير اللي بده يصير إذا كان عاطل من هلأ خليه لبكرة منخفف سلاس عحال صح أكيد طيب سؤال كل شي بده شي لا يمشي صح تليفون بده كهرباء صح بروجكتور تليفزيون سيارة بده بنزين شو هو الوقود اللي بيخلينا نكمل لبكرة من دون ما يكون محبطين من دون ما نكون حاملين هم الأربع وعشرين ساعة اللي جيين علينا نحنا ما بنعرف شو جاي علينا حتى لو كنا مخططين متما كنت عم بتقولي لازم نرسم ونعمل بلان بس دايما هلأ بعد ثاني فعلنا مفاجأة هيدا المجهول صحيح ما بنعرف شو بيصير بعد شوي لأنه مش نحنا لقدرين يكون عنا سلطة أنه نعرف شو بشو رح يصير بعد شوي أول قدرة تعب الوقود اللي أنا بحاجة لقله ما في ولا أي وقود بالعالم ممكن يساعدني غير الإيمان الإيمان يلي هو ممكن يعطينا إجابات على كتير تساؤلات واللي خلينا واجه أي شي ممكن يسير معي بعد شوي بعض لحظة بعض لحظتين وثلاثة إذا ما عندي إيمان الشغلة لها الأقل بتصير كتير كبيرة وإذا عندي إيمان الشغلة الكتير كبيرة بتصير بسيطة بقدر أتخطها ما في غيره يعني هذه لازم تكون من أساسيات البلان الإيمان ننطلق لنا مش أساسيات البلان هي أساسيات حياتنا نحنا والبلان نحنا شغلتنا أنه نحنا نحطه بس أنا بالنسبة لقلي بشوف بالحالة اللي نحنا موجودين فيها بالكونتاكس والظروف اللي نحنا موجودين فيها مفروض نزغر درجاتنا يعني مثل ما كنت عم بقلك من شوي إذا نحنا وقفنا على مطرح في عشر طوابق وطلعنا بالدرجة من تحت لفوق وقف ما رح نوصل هيك منفكر بس إذا طلعنا فيهم درجة درجة وفكرنا كيف بنطلع كل درجة كل ما نطلع درجة كم درجة منطلع قف قطعنا كل هاو فأفضل نزغر التارجت طبعنا أو المسافة بيننا وبين تحقيق الهدف الأول كل ما نزغرها كل ما يكون تحقيقه أسهل لنا ومأكدين شبه مأكدين أنه رح نقدر نحقق منه وكل ما نخلص خطوة منفكر باللي بعدها يمكن نفكرين من قبل بس نحنا ما بدنا نعطي إذا بدك تحتى ما نكون نحنا عتلين هامل ما نعرف شو يصير بعد شوية ونحنا ظروفنا هلأ استثنائية مش بس نحنا بلبنان بكل العالم ظروف استثنائية بعد شوية ما بتعرف شو يصير فحط شوية تارجت صغير درجة 2-3 لقيتهم مرتحين وصع على الخمسة بس ما تحط لعشة طوابق فرد مرة هيدا تحجيم لطموحنا أبدا مش تحجيم أبدا هيدا إذا بدك تكييف لعملية تنفيذ الطموح والوصول للطموح بطريقة تتماشى مع الوضع اللي نحنا موجودين فيها قبل شوية أتيت على سيرة أن نسمع خبرية من فلان خبرية من فلانة نحنا تنكون مستعدين لبكرة ونقدر نكمله لازم نحمي حالنا من المحيطين فينا من المجتمع لازم نكون مخصنين تجاه أي ردة فعل ما تأثر علينا وتخلينا نحبط ما فينا نحمي حالنا 100% بس فينا نحدد بالإطار اللي أنت حاطت فيه بدك تحدد بحياتك كم سيركل في حوالك وتحط الناس أنت وتصنفهم بالسيركل فيك تقرب قد ما بدك تباعد تباعد أكتر وتباعد أكتر شو هو السيركل هو كيفية تأثيرهم علينا يعني أنا بالنسبة لقلي بصير باللوعي أو بحياة العادية بعرف أنه هيدا الإنسان هل قد تأثيره ومش أكتر هيدا الإنسان هل قد تأثيره فالسيركل الصغير أنت بتكون حصرته بكم شخص هو دي كم شخص بيكون هنا تأثيرهم عليك كتير مهم بنفس الوقت عارف أنت أنه ما رح يعطوك شيء سلبي لأنه إذا حطيت حدا بالسيركل الصغير طبعك حدا سلبي رح تصير أنت سلبي يعني رح هذا شيء أثر فيك رح يحجم هون رح يتحجم طموحك رح توصل لمطرح تحس طموحك أنت مش قادر تكفي فيه لأنه كل ما تكون عم تمشي به خطوة لقدام عم بيفرجيك النجاتف ما عم بيفرجيك البوزيتف أنت عم بتنفذ يمكن أن تشوف أنه نفست عشا بالمية شايف العشا بالمية ومبسوط فيهم هيدا الإبن الصغير يعني أنت عم تشوف عم بيكبر سنة ورا سنة بس إذا هو رح يطلع رح يشوف أنه أنه أنت ما نفست التسعين بالمية بس ما التسعين بالمية رح يجو بالدرجات اللي جايين بعدين فأنت بتشتغل على أساسهم بشان هيك بعد قدمى فيك كل حدا ممكن يكون عم بيزغر لك طموحك أو عم بيحجمك أو عم بيأثر فيك سلبا بعده قدمى فيك على السوركل اللي بعيد لو كان بيقربك لو كان حدا كتير قريب لألك بعده قدمى فيك لأنه أنت رح تبعد الأنفليونس أو تأثيره عليك بالوقت اللي أنت أقرب حدا ممكن يكون حدا ما بيقربك وحدا كتير بعيد بس أدابلهم يكونوا حقيقيين مش يكون عندهم ماسك وعم بيجاملوا بس لأرضاء الآخر ما هنال مش حقيقيين أنت تكون كبايتهم بعيدة كريميل هيك بدنا نعمل خياراتنا وهي دي الخيارات بالنسبة للعليقات وطبعا يعني خيارات هي مفتوحة على أكتر من صعيد على أكتر من مسار الخيارات هي بالنسبة للقرارات بالنسبة لشو رح تستعمل يعني هو الماتيريالز بالنسبة لأهدافك وبالنسبة للأشخاص أكتر أعتبر حالك أنت عندك دفوار أعطيناك دفوار بالمدرسة أو بالجامعة دفوار كتير كبير إذا ما جزقته لبارتيات ما فيك ما بتقدر توصله هيك تشوفه كبير كتير صعب سؤال في عشر أسئلة في عشر أفعال بدك تعملهم إذا جزقته أنت تعمل بلان لقاله بتعبيه خطوة خطوة توصل لمطرح أنت وصلت للنهاية كلا سوى هيدك مثله مثل حياة ولد طفل صغير أنت عم بتربيه إذا تخيلت أنت كباي أنه ابنك بدو سير عمره عشرين سنة قف أنا كيف بدو وصله للعشرين قدي صعبك بس أنت كل يوم بيوم بتمشي مع حاجاته مع رغباته مع تفاعلاته لأنه فيها أكشن ورياكشن كلها سوى بتلاقي حالك مبسوط بالشيء اللي عم تعمله مش بس عم بتحقق عم بتحقق بفرح والهون الأمور اللي هي بتوصل لما ترح تقدر تتخطى فيها الصعوبات بخياراتك بإيمانك بالقيام الموجودة عندك بالسيركل اللي أنت عملته حوالك كل هذا باكتج واحد هذا الباكتج هو حتى أنت تكفي لقدام مش ترجع لورا يعني برأيك لما منجزق الأمور ما منكون عم نكبر الفشخة كتير نمشي خطوة خطوة يعني خلينا نقطع بأول خطوة بعدين نعمل التاني يكونوا ناشحين على أرض صلبة سبتين ننطلق للخطوات التانية مش تقليل من أن نوصل للهدف الأخير اللي كل حدا براسه هو رسمه لحياته أبدا أنت ما عم بتقلل من الهدف لأنه هؤلاء الخطوات هن مرتبطين بهذا الهدف يعني أنت جزقت الأهداف لتوصل بالآخر رح أقل لك شغلة إذا اعتبرنا أنه أنت بدك تعمل هلأ استثمار تفتح شيء له علاقة بالأكل أنت اليوم إذا قررت بلبنان بالوضع الاقتصادي اللي نحن موجودين فيه وبالناس اللي كتير خفت بالبنان يلي هنه السوركل طبعونا وأصحابنا إذا بدك السوركل الثاني يلي هنه رح يكونوا حدنا بالشغل إذا بمكان ما إذا أنت قررت أنه أنت بدك تفتح مطعم كتير كبير قدي صعب أنك تفتح هذا المطعم بالوقت اللي أنت بحاجة ل رأس مال اقتصادي بحاجة لرأس مال الاجتماعي بحاجة لكل هؤل التفاصيل طيب إذا بلشت خطوة خطوة وبلشت تشتغل على مثلا برودكت واحد أنت تشتغل عليه بعد فترة بتزيد البرودكت الثاني رح توصل الهدف الكبير بعدين أنت عارف حالك رح توصله بس بالخطوة خطوة أنت عم تقدر تنفزه الكبير أنت مش قدر تنفزه هلا السيزة أمل اللي عم يحضرنا اليوم بتفكير معين أنه عم بعيش كل يوم بيومه من أولى بس ممنعني أعطينا خبزة نكفافة يومنا ومفروض نقولها بكل أناعة ونقوله لديك وما شاءتك بس نحن منقوله أنه هيك بس نستسلم يا خيه أعطينا خبزة نكفافة يومنا هيدا استسلام على فكرة ما هل عمل لك في أشخاص مستسلمين أستاذي أمل بيقلك أنه ليش أنا بضمن أنه يطلع الضو علي بكرة أنه كيف بدي أعمل هالفلان كيف بدي جزءه ما حدا بيضمن يطلع علي الضو بكرة ما حدا بيضمن بعد شوية دلو عايش دايما بكرة مرتبط باللقمة بالعملة بمصادر الحياة اللي بتعطينا الاستمرارية هودا البلان طبعا مختلف شوي هودا البلان طبعا هو أنك تأمن استمراريتك أنت بحاجة أنك تعمل أورجانيزازيون أو تنظيم مش بلان يعني أنت بتنظم وضعك بطريقة أنك تأمن الاستمرارية لك لأنه أنت عارف حالك حتى لو عارف حالك أنه أنت نحن كإنسان بشر لو عارف حالي أنه أنا بعد ساعتين بدي بطل موجودة بس أنا عم بأمن حالي بارك بقيت هيدا على العادة حتى لو كنت مستسلم لو أي شيء وقال لك الإنسان أعطينا خبزة أنا كفافة يومنا هو دون ما يكون منتبه هو عم بأمن لقدام لأنه عم بفكر بالقدام وبمجرد قال هيدا الجملة يعني هو عتلين هم قدام بعضه فالأورجانيزازيون بهيدا الحالة أنت عم بتنظم الأمور عم بتوزعها بطريقة لتأمن الاستمرارية لتوصل للهدف اللي هو الهدف الصغير اللي هو الهدف المعيشي أو الاستمرارية بس نحن اللي عم نحكي عنه هو أكتر هو هدف مستقبل هدف بالشغل هدف بالتعليم هدف بالحياة هدف بالغرام بالحب هدف أم مع ولادة هدف بي مع ولاده هوا الأهداف اللي هننا عم نحكي فيهم مش استمرارية معيشية لأنه إذا بنجي نحكي نحن عن استمرارية معيشية أمور بسيطة كتير استمرارية الحياة هي أمور كتير أهم من هيك ننشتغل عليها لحتى نكفي وإذا بتشتغل على استمرارية الحياة بتفكر بأهمية الصوم يا إلي لأنه اليوم لما أنت عم تفكر بأهمية الصوم بحياتك أنت عم بتوقف لأمور المعيشية البسيطة اللي عم بيقولوا الناس خبزا أنا كفافة يوم من أقل وبتكفي أنت بحياتك كلا سوا يسوع صام فترة كتير طويلة عن الأكل ما أكل شي نهيئا وبقي عايش فهيدي الأمور المعيشية بتصير كتير بسيطة ما بدنا نوضح حالنا لألا إذا بدك أو لهالحاجة البسيطة إذا أعلى من هيك شوي بتشوف أنه أنت تبلاني فيه عم بتفكر ببعدين بتفكر بيه قيام صرت عم تستعملها بالحب بالتعليم بالأمل بالتخطيط بهول التفاصيل إذا بدك ياله اللي كلهم سوا بيكونوا كورونا ياله اللي هن بالتاج الكتير كبير يالهو الإيمان أستاذة أمل الزغبة عم تدعينا تمنعت الهم بكرة ما فينا منعت الهم بكرة ما نحن ناس بشر ما فينا منعت الهم وخصوصا إذا لدينا مسؤوليات مستحيل منعت الهم بكرة بس إذا سلمنا بسئة إذا اعتبرنا أنه نحن قبلينين بالمينموم لبكرة من دالنا عايشين ما رح نموت إلا إذا صار في شيء صحي أو شيء خارج عن إرادتنا بس بأمور بسيطة كتير ما رح نموت من وراها هيدا الأمور إذا ما عطلنا هام بكرة إذا بدنا نموت بكرة خلينا بكرة نموت مش اليوم خلينا نعيش اليوم ما المئة بالمية خلي بكرة لبكرة طيب طرحت على السوشال ميديا سؤال موضوع اليوم كيف منكمل لبكرة وعلى أي أساس الأساس لحد هلأ أوصحه حيلي نبلش أول شي نحط أولوياتنا صح نعمل هيدا البلان خياراتنا تكون بالمحيطين اللي فينا تكون بأهدافنا نجزئها خطوة ورا خطوة مش نلغي عم يعني عم بسترجع الكلام اللي قلتين مية بالمية كلمة كلمة لنوصل لتحقيق أكبر عدد ممكن من الخطوات ممنوع الاستسلام الانتظار قدي بلعب دور من مرحلة لمرحلة اللي هو دي ما فيه عملوا كلهم مع بعضهم باكج انه مش انه اليوم قررت انه خلص انه اوكي امل انا بحطها بالدائرة القريبة لقلي بشيل توني بقرب ايكس ايجراك زاد هيدا على يعني ممارسة الحياة اليومية وتعاطية مع الاشخاصية اللي بتخليني اعرف كيف افرز صحيح وبغض النظر عن كل هيدا نحنا كمان نبشر ونحنا عنا احاسيس وعنا طلعتنا ونزلتنا عنا شوي تأثيرنا منتأثر لو كان حدا حكبيني بالصور كل بعيد اوقات منحس حالنا نحنا تأثرنا اذا ديقنا بشي نحنا انسان نحنا بشر منا حيوانات ومنا جماد اكيد الاساس بهيدا الموضوع هو انه نحنا نعرف نفكر ونفوت العقل اوقات كتير محل القلب ومحل العاطفة يعني اذا بمجرد نحنا خدنا خياراتنا بالنسبة للناس نحنا حطينا البلان وقصمناه لدرجات قصيرة لشي قريب او قصير المدى اشتغلنا على كل ما نخلص عملنا افالوياسون شفنا شو حققنا شو بعد فيه نرجع من كافي بالبارت التاني كان عنا الصبر يلي هو مرتبط بالانتظار ونحنا نكون اذا بدك واسئين بحالنا بغض النظر عن اذا واسئين بالكونتاكس نحنا موجودين فيه لانه نحنا هلا بالمرحلة اللي نحنا فيها ما فينا نوسق بكونتاكس نحنا موجودين فيه نوسق بحالنا نوسق بأفكارنا وبنزغر خطواتنا شوي لننفزهم واحدة ورد تانية لنوصل بالاخر لأين رحنا راحين نحنا وناطرين كتير صعب فكرة النطرة نحنا كناس كبشر انت وناطر بتحس حالك عندك كتير اسئلة تطرحها اعتبر حالك عمل فحص دم انت وناطروب كل ما تقرب منه كل ما تحس حالك عم بتعمل ديبراشن عم تتعب اكتر لفات انك تنطر لا رائب التنفيذ بصير اسهل يعني رائب مش الدرجة الصغيرة صارت درجتين وثلاثة رائب تنفيذهم كل ما تنفز خطوة منهم شوف انه خلصت هيا يلا رح انقل علي بعد يلا رح انقل يعني صرت انت بمرحلة تخطي التنفيذ الفرق بينياتهم هو انه انت قصرت المدى ومنك موسع وكتير لا تقدر تنفيذ فيه يعني التنفيذ بتكون انت واعي لقلو شايفه بعيونك عم بتحطه بالغربال عم بتشوف شو فيه للمرة الجيش وبدك تعمل وانتبه الاخطاء بهذا الحال تكون اقل بالنسبة ل لانه الدم يعني الاخسار اقل 100% لانه الاخسارة هي اقل ولانه انت عم تعمل ميزة جور على السريع عم تقدر تعمل ادابتاسيون شو ما بيصير شي جديد تقدر تتكيف معه على السريع تقدر تكفي بالوقت لانه انت البلان طبعك كتير كبير وماشي فيه ضربة واحدة رح تكون اي شي كتير بسيط رح تفيك اللي وسوك تانفي شغل انتو عم تشرح وعم تستفيد بهذا الشرح وطالما ادايتي على ذكر الصوم ونحن هلق بزمن الصوم الكبير وانقلارات بكرة احد المرفع شرقي التنين بسبع شهر بنبلش كمان انتو عم تسرد كل الوقائع انا عم تشوف مراحل الصوم قدامي يعني الامتناع خاصة عند الكنيسة الشرقية اسبوع اللحم احد مرفع اللحم من بعد اسبوع الجبن احد مرفع الجبن هيدا هيدا وكأنه عم نعوت حالنا عم نبلش نشيل من هالدوائرات اللي حدنا دوائرات دوائرات نترك الدوائرات ديئة نصال للصوم نقطة عم قول خمسين يوم كيف بدي صومهم فيه مراحله اول اسبوع مرأ اسبوع يلا شو بقي اسبوعين ثلاثة من وصال على العيد منحس انه وهيدا اللي كتعقوله للمشاهدين اليوم الصبح وحكيتو مع سيادة المطران بتحس بفرحة العيد اكتر لانك انت يعني مشاركة لانك مشاركة دافعة من يمكن من شهيتك دافعة من من ملازات حرمت حالك منها كأنك مشاركة حتى لو بجزء صغير من هيك منوصال يمكن للقيامة وقت اللي متناول نروح نفطر بتحس بهيدا الفرح مشان هيك بمرحلة الصوم بيكون في كتير صلوات بيكون في كتير مراحل منشارك فيها بتصير تحس حالك انه يلا قطعت عملنا هيدا هيدا الجمعة عملنا هيدا الجمعة اللي بعد عملنا هيدا بتوصل هي المراحل اللي فيها بتخليها تقربك من التارجد طبعو لك بأقل تعب بس بأكتر انت جي طيب منكمل بكرة اذا قلت لك منكمل بكرة ب حب نقطتين بحب حب لمين حب لألنا بالدرجة الأولى ولا لمين للآخر ونحن وين للحب ليه دايما للآخر ما نفكر نحب حالنا بتكون ساتيسفاء أكتر صدقنا لما انت بتعطي شعور من جويتك للآخر وخصوصا اذا ما بتعرفه بتكون انت مرتاحة أكتر وبيأكيد اكيد رب بالمقابل الله بكون عم بيحبك وعم بيهتم فيك وعطيك هذه الإدرة انك تحب مجرد انه عندك الإدرة انك تحب يعني انت عيش الحب فأذن منكمل بكرة بحب بدي كمل بكرة بس ولا مش لازم يكون في بس بدي ما بدي كمل بكرة اذا ما بد ربنا وكمل ما بدي كمل ببعدك عن تقول في إشعة خارجة عن إرادتنا مية بالمية مش أنا اللي بدي بدي كمل يمكن بتمنى كمل كرميل الناس لحوالي لاني عندما سؤالي تجاهن بس مش أنا اللي بدي هو اللي بقرر حلو كتير الحب هو انطلاق كل شي أنا مع أنه نحب حالنا بحقلنا نحب حالنا ونقدر حالنا وهيك بحلقة من الحلقات حكينا عن تقدير الزيت صح بتذكر يمكن كنا لايف ولا أونلاين نقول شكرا لحالنا وما ننطر حلو نسمعها من غيرنا بس نحنا نشكر حالنا ونقدر حالنا برافو إلي برافو أمل عملتوا هيك عملتوا هيك عملتوا هيك ونعترف بها فوات معينة لنصحح لنكون أحسن بالمرة الجاية معقول تحب حدا وما تتقابل بالحب هي بالمبدأ لا ما فيك الحب مثل الابتسامة مثل الفرح بيعدي ما بتقدر تحب حدا وما يحبك لو شوي يعني هي مش أنانية أنك تحب بالعكس هي بالانتراكسون الانتراكسون بينك وبين الآخر بينك وبين بكرة بينك وبين البرود كل شيء حوالك بينك وبين الوقت بينك وبين يسوع بينك وبين زيتك بينك وبين يمكن الشغل اللي أنت عم تشتغله إذا ما عملتوا وعطيتهم حب بالمقابل أنت ما رح تكون مرتاح لأنه إذا كنت عم تحكي عن شغلك بيصير الوقت يقطع كتير بطيء يعني بيصير بكرة كتير بعيد يعني بدي أرجع للموضوع خلص وقتنا الخيارات بدنا نعملها بحب التجزئة بدنا نعملها بحب رسم الأهداف ووضع البلان بدنا نعملها بحب الانتظار بدنا نعملها بحب وممنوع الاستسلام ممنوع الاستسلام والسيركل لما بدنا نقصم الناس فيهم نحن عم نقصمهم حسب تأثيرهم إذا بتتذكر إلينا أكيد 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 أستاذي أمل الزغبي أستاذي بعلم الاجتماعي شكرا لك دايما يعني هيك الجمعة بتعطيني طاقة بروح على ويك أن بتحس حالي أنه بدي ما بعرف شو أعمل إن شاء الله يا رب نقدر هيدا الطاقة الإجابية اللي نحن بحاجة لقلها وهيدا الأمل اللي دايما متمسكين تيرغن كل الظروف يضلوا مرافقنا ونقدر نعيش اليوم ونعيش بكرة واللي بعده بإذن الله أنا بقلك بو ويك أن شكرا لحضو لك معنا بكرة المشاهدين لهون بنتهي لقاءنا معكم من يوم جديد أنا بطل عليكم نهار التنين 8 ونص صباحا بكرة ماي وسحر والأحد باسكال بتطل عليكم بيوم جديد بقلكم بو ويك أن مع تحية لفريق عمل البرنامج المخرج تونين أولى تروديوسر أنتونات آعي جان على الصوت وكل الشباب والصبايا على سي جي إضاءة ريفا مديرة المسرح حبيبة قلبنا وبدأ لكم مرسي نتبعوا على حالكم وإن شاء الله بشوفكم وإنتو بألف خير مين معنا؟ إليه مين؟ تحياتنا لقلك إليه يعطيكم العافية وبعتزق رزنسية حدا من الصبايا والشباب الزملاء بظلوا بألف خير إلى اللقاء